بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنتكلم في الجزء القبل الأخير في خطوات تصميم الأعداء اللي على شكل مستطيل من اللي هو في شابتر 3 هنتكلم النهاردة عن اللي هو إيجاد الحديد عشان نجيب الحديد قانون بتعمق عادي اللي هو الارية SI بتساوي الارية S2I زي ما اتفقنا للمرة الخمستاشر خلي بالك إن انت جبت المسافة ديت بتساوي المسافة ديت فخلاص يبقى الحديد اللي هتحطه هنا هو نفس الحديد اللي هتحطه هنا يبقى أنا أقدر أطلع المومنت اللي أنا جبته اللي هو الامة I على الجي في الدي في مين في الF يبقى أنا أقدر أجيب الحديد بتاعي الحديد بتاعي ده لازم أقرنه بالارية S2I المينمم اللي هو 0.0015% في الدي ده لو هتشتغل بي الجداول والجي تاخدها بكام 0.826 والدي عندي والF ده عندي بتلات تلاف وستمية أو باربعة تلاف والام أي عندي بضربها بس في عشر قصة كام قصة خمسة أما لو عايز تشتغل بالفرست برينسبل فبنجيب الإيه لو تفتكر أنه بيبقى فيه هنا المسافة اللي هي إيه وبعد هنا بطيدي أطلع مين الإيه وشركيك عليها أن الإيه أكبر من الإريام إيه مينمم وبطيدي أطلع الإري اس إنه فيه قوة ضغط هنا وقوة شد زي ما تعلمت في الفرست برينسبل بتاعة الخرصانة طيب جبت الحديد لقيت إن ده أكبر من المينمم خدته أما لو كان أقل فهتياخد المينمم بتاعه واحد يسألني يسألني يقول لي يعني يا دكتور أنا عندي دلوقتي والله قعدة 2 متر في 4 متر إزاي تقول لي إن الحديد اللي هنا هيبقى هو الحديد اللي هنا آه خلي بالك إن الحديد اللي أنت بتجيبه دوت بيطلع لك الحديد في المتر يعني أنا جبت 5 سياخ في المتر فأنا عندي 2 متر فهحط هنا كم سيخ أكيد هحط كم 10 السيخ أما هنا دي 4 متر عندي فأنا جايب هما برضك الخمسة في المتر يبقى 5 في 4 بقى حطيت 20 سيخ عندي بالشكل اللي قدامي كده يبقى أنا ممكن أحط هنا هو آه الحديد مساحة الحديد في المتر في الشريحة اللي هي الواحد منتر هي هيها في الاتجاه ده نفس الاتجاه ده عشان السي آي بتساوي السي اتنين آي بعد كده اخترت الحديد والديامطر بتاعي طبعا لازم أتشك على البوند بتاعي أطلع الال دي بتاعي اللي هو ستين في مين في فاي وقارنه بين مين بالسي آي بتاعتي أو السي اتنين آي هتقول لي مالاتنين زي بعض أقول لك صح كده عشان كده ممكن الحديد بتاعي إما هيبقى على شكل مين يو أو على شكل مين ال لو لقيت إن الال دي بتاعتي أكبر من السي آي يبقى هبتدي أستخدم مين الال اليو شيب ولو كان العكس يبقى أنا هستخدم القعدة بتاعتي الف بي ديت ماشي وفي مشكلة فيها إن السلندر بتاعتها أو اللي على بي رقم كبير شوية فالأكود بيقول لك إن انت حاول تركز الحديد بتاعك في المسافة بي هنا ما تحطش يعني هما طلعوا لي مثلا زي ما احنا اتفقنا عشرين سيخ المسافة كانت كام في كام لو قلنا مثلا كانت دي اتنين فاربعة كويس فأنت ما تحطش مين العشرين سيخ كلهم متوزعين هنا على المسافة اللي هي عشرين سنتي أما اللي أعمل إيه أخذ مسافة هنا هوت ده العمود ده هوت بتساوي المسافة ديت يعني المسافة دي هي المسافة وتركز الحديد الباقي بتاعك هنا هو وباقي الحديد تبقى تحطه فين في الباقي يعني في اتنين متر تحط تركيز الحديد والباقي تحطه هنا طب الكلام ده أعمله إزاي أول حاجة هتجيب مين النسبة بتاعتك اللي هو عبارة عن مين اتنين على بي زائد مين بيتا زائد واحد طب إيه البيتا ديت دي اللونج سايد على الشورت سايد يعني في المسألة اللي زي ديت اللونج سايد كم? أربعة والشورت سايد اتنين يبقى كم? اتنين خلاص يبقى أنت جبت مين? جبت البيتا تعوض عليها بيتا هنا بكم? باتنين يبقى دي اتنين على كم? على تنين يعني كم؟ تلتين ده Rioinforced في الباند ويتس على التوتر رونفورس مع ده النسبة بتاعتك تلتين يعني تقريبا point cam او 66 و 7 من 10 مثلا ايه في المية يبقى هاخد 66 او تلتين الحديد بتاعي اللي احنا قلنا اللي هم كانوا 20 سيخ تلتين هم احطهم فين هنا طب والتلت الباقي تلت الباقي اوزعه في المنطقتين اللي هم بعيدة عن الباند ويتس بتاعي طيب كده يبقى احنا جبنا الحديد اللي هو بيقاوم المومنت او بيقاوم الشد الناتج عن المومنت على القعدة يبقى لنا نحن نرسم التسليح بتاعنا شكرا